تتدحرج كرة التفاوض بين طرفي الأزمة والحل في سودان تصدم أحياناً وتتعثر لكنها الآن توقفت لأسباب عديدة لا تخلو منها تجاذبة الأقليمية إضراب عام في المؤسسات وشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية بدأته قوى الثورة السودانية يوم الثلاثاء والأربعاء للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين بعد أن أخفق جانبان في الاتفاق على نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي نقطة الخلاف الأكثر قتم قوى الحرية وتغيير تهمة المجلس العسكرية بالسعي للهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة ووضع عراقيل أمام المفاوضات والممطلة بتسليم السلطة إلى المدنيين فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقين والبحث عن شركاء رمزيين لها في المرحلة الانتقالية تقول المعارضة إن الإضراب والعصيان المدني عمل مقاوم سلمي لا مفر من استخدامها لتقويم مسار الثورة واستكمالها لا سيام بعد أن تحولت هواجس القوى الحرية وتغيير إلى شكوك واتهامات صريحة فيقول القيادي بالقوى الطيب العباسي إن تمسك المجلس بغلبة العسكر في مجلس السيادة يثير القلق ثم يسرد أسئلة ملحة تكشف عن أزمة ثقة متجذرة منها اتهام ضمني بمحاولة حماية بعض رموز النظام السابق وما سر الخوف من الغالبية المدنية أزمة الثقة لا يبدو أنها ستتوقف عند الإضراب فتلويح قوى الثورة بالعصيان المدني يحمل في طياته هدفا آخر محتملا وهو الإطاحة بالمجلس برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان والضغط على الجيش لتقديم قيادة جديدة تساهم في عملية انتقالية تنتهي بتسليم السلطة إلى المدنيين ولعل هذا يوفى مواضحا في الهتاف الجديد للمعتصمين تسقط ثالث في إشارة إلى عبدالفتاح البرهان ونيتهم الحق بسابقية بنعوف والبشير إذن تقف السودان على جمود وحركات حذرة واتهامات وعراق لتعطي انعكاسا للوضع العربي بشكل عام في وقت حسس جدا ومنطقة شديدة الخطورة لا يريد أحدا أن تكون أقدامه فيها زلقة ترجمة نانسي قنقر